السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وياكم اليوم رح ناخذ فكرة الـ Notification اللي هو الـ Dialog طبعا أوقات نحتاج انه احنا نظهر للمستخدم في الـ Dialog معين واذا هو يوافق عليها مثلا او مثلا لما يعمل Login نظهر لفت Pop-up خلنقول Alert تنبيه انه هو عمل Login مثلا فهذا الشيء شون رح نعمله بالـ Flatter طبعا انا يريدك تعمل لمشروع جديد وهذا المشروع يكون فارغ بالكامل ما يكون بهاي كومنتات ويبقى عندك بس التكست عن بادي وتقدر تقول لهنان الـ Run وتشغله وبالتالي يظهر لك هاي الصورة حتى نعمل Notification مبدئيا نحتاج انه وحنا نعمل الـ Function متى Notification خارج الـ Scaffold رح يكون خارج الـ Scaffold تمام فنجي احنا مثلا خلينا نشوف نعمل في Notification System يكون هذا Function Void ويكون Function داخلي نقول له Show يعني Inner Function هذا الـ Underscore معنات انه فقط هذا الكلاس رح يشوفه ونسميه بـ Show Dialog اللي هو DI Log بهذه الصورة ونعمل الأقوى طبعا هنا نحتاج الـ Build Context لانه رح يدخل في داخل الوجد هذا زين ينبثق هذا الـ Build Context وظيفته هو الانبثاق انه يظهر لك بالواجهة مالتك لانه هذا الفنكشن خارجي فاحنا حتى نخلي هذا الفنكشن يشتغل في داخلها لازم ايضا يكون عنده شنو Context طيب احنا ايش نحتاج احنا نحتاج الى Show Dialog هذا تمام اللي ويكون ايضا Future نشرح على موضوع الـ Future لا تستعجلون طيب بالـ Show Dialog هذا هنا عدنا شنو Builder بهذه الشكل الـ Builder هذا نحتاجه اللي هو رح يكون ايضا Build Context هذا نخلي الى أقواص ونقول لها Build Context ونقول لها أقواص هنا وننزل بـ Enter هنا شو رح نسوي هذا الفنكشن لازم يرجع شيء هذا الـ Builder فبالتالي رح نقول لها Return وهذا الـ Return رح يكون Alert Dialog والـ Alert Dialog خلي نقول له لنا فارزة Alert Dialog رح يكون مجموعة بارامترات بها مثلا title خلي نقول مثلا نحن رح نعمل New أو نعمل خلي نقول Let me check إذا يعبد Constructor مالتني و Text زين وهذا Text مثلا نكتب هنا أي شيء أنت تريده Alert مثلا لأن هذا تكست يعني مع أي تأثير بهذه الصورة و إش نحتاج المحتوى Content المحتوى أيضا رح يكون New Text ويكون مثلا المحتوى Hello You Are Welcome مثلا Hello You Are Welcome عرف شو تقولوني عجب ما كتب اسمي لا ما كتب اسمي زعلت زين وأيضا نكون بها Actions اللي وشنوا مثلا موافق Yes or No أو أي شيء آخر فنقدر نقول هنا New عدنا أتصور Flat Text ما بقى لا ما بقى Flat Text فنقول له هنا مثلا New Text Button هذا Text Button On Press يسوي فلان شغلة مثلا ما فات شي معين وال Child ما تيكون مثلا Text معين فهنا نقدر نقول Child ما لتا Text على سبيل مثال ويكون هذا Text مثلا هنا مش تريد تكتب مثلا نقول له OK يعني يضغط عليها OK طبعا لما يضغط عليها OK On Press هنا اللي هو يكون عبارة عن Function وفي داخل تقرأ تسوي الشغلات اللي تتريد هنا خلنقول له Conest بهذا الصورة and let me check تمام هذا بدل New يعني نقول له Conest تمام بس هنا ما لقى نقول له Conest ليش لأنه لسبب بسيط أنه On Press رح ممكن يغير حالة State فما ينفع هاي ذكرنا احنا هذا النيوم ما نحتاجه فهنا بال On Press مثلا نقول له Navigator Navigator زين ورح نشرح عن Navigator لا تستاجر ايضا اللي هو Routing System الفلاتر تمام Navigator مثلا يبقيها بنفس الشاشة فحتى يبقيها بنفس الشاشة بنقدر شو نقول له هنا Navigator of context زين يعني يغلق النافذة بس لاكثر لاقل Navigator dot of context خليكون and هنا نقول له dot pop like this اوكي انا فارس من داخل function ما تلا On Press فاذا رح يكون بهذه الصورة هذا هو function ما ما تشو دالك نلاحظ هنا يظهر بالرصاص ليش لانه احنا ما مستخدمين اصلا فشون نستخدم هذا ناخذ اسم ال function نجي هنا انت عندك مثلا child اوكي اللي هو center تقدر هنا مثلا بدل text center تقدر تقول مثلا let me check rise it I think لا rise button ما بقى button خلن نكتب buttons elevated button تمام فهنا بال elevated button مثلا ش رح نسوي رح نقول child و نجيب للناس text ونخلي constant like this one و نكتب هنا مثلا click me click me and نجي هنا اوكي هذا يمكن دي يشتكل لانه ما عند ال on press عادي جدا نقدر ناخذ هذا ال on press اللي هنا ولا تزعل ولا تزعل on press شوف لاحظ سكت on press لما اضغط عليها شريت اريد اظهر هاي الواجهة فاقول شنو show dialogue طبعا show dialogue ياخذ context فبالتالي راح نقول show dialogue بداخل context just like this فقط الاكثر الاقل يعني بس مجرد انه نعمل هذا الشي هنا من نعمل run run من جديد ونشوف شون ال error اللي ظهر عدنا هنا شوف هنا ينطي لك error اذا اضغط عليها click شوف شي يقول لي هنا انت ناسي متوقع انه تخلي فارز من قطة فنخلي لفارز من قطة حتى يسكت هذا انشيل من اوكي خلي نضيف لفارز من قطة صار عدنا كل شي تمام خلي نقول هنا run من جديد ونشوف اللي مفروض انه يظهر هنا button بدل هذا التكست ظهر button فلما اضغط علي click me شوف لاحظ هنا هنا هذا هو التايتل alert وهنا ظهر hello you are welcome hello you are welcome وهذا هو التكست button اللي هو هنا اللي مكتوب عليه شنو النص مالت اوكي طبعا navigator dot of context dot pop اذا ضغط علي اوكي بس يخفي لي اياها يعني ما راح يععمل شي جديد تمام هنا ممكن انت تضع غير شغلات يعني ممكن يودي الواجهة اخرى او ياخذ من عنده معلومات مثلا يعني على سبيل مثال ياخذ من عنده فتش معين طبعا انت الديالوك ب الفلاتر عندك نوعين اساسيين اللي هو الاليرت دايلوك اللي هو هذا وفي عدنا ايضا السيمبل دايلوك دول الاثنين مشهورين دايما طبعا اذا اريد نعمل مثلا اليرت اخر فنقدر شن سوي مثلا هنا وين الفنكشن هذا تمام نقدر ناخذ نسخة من الفنكشن هذا نقول copy ننزل بالاسفل ونقول paste عادي جدا بس لكن شنو نغير الاسم مالت خلي نقول مثلا شو اليرت دايلوك غير نغير الاسم مالت ممكن استخدام ايضا معاها كلمة future بدل يعني نحن كاتبين void بس شنو نقول future والنوع مالت شنو يكون void يعني future void and هنا نقدر ما نخلي البل تكست ونضيف هنا مثلا async بهذه الصورة async طيب احنا هنا الكنتكست مالت هي كونتكست اوك عدنا هنانا شنو الbuilder builder context هذا ما عدا مشكلة وياها يبقى عدنا شنو يبقى عدنا ال alert هو نفسه title يعني ما رح غيره زين بس لكن المحتوى يعني المحتوى يعني ممكن ابدله بغير شي اللي هو list body طبعا هنا انا عندي هذا الهنا هو الالرت النهاية مالت الالرت مالتي الaction مالت وين هذا الcontent اوك اللي وين انتهي هنا هذا رح اشيله خلي نشوف عند child مفروض نوب return اوك return alert title الcontent مالت كل رح غيره رح شا سوي له اكو عندي single تذكرون single وينك 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 I think بالcapital لازم single single اوك single child screw view هذا رح يسمح انه يكون screw able متحرك فاخلي الى قواس وقل enter هنا هذا عنده شنو عنده child list body هذا يعني حاول نعمل اكثر من شي يعني حتى اخذون فكرة عن alert في داخلها اش رح اسوي رح اقول له مثلا هو عنده children مفروض نعم وب children اجي مثلا اضع text وهذا text مثلا يكون فيها data مثلا are you sure logout مثلا يريد يطلع من البرنامج مثلا logout او نشوف شي يريد يسوي هذا نقدر children ما تنسوي ها constant مثلا list body بما انه ما بيها event معين او ما بيها click او فتش معين او اك ثان بعد ذلك اهنا او خلينا نشوف ال actions هذه هي actions وال actions اقدر رضي بيها مثلا text box طبعا احنا استخدمنا بالسابق بالaction text box واحدة صح هذا هو text box واحدة هذا array list تلاحظ list معناه تقدر ياخذ اكثر من واحد فنقدر هنا بالaction واحد اوك فارزة اثنين تمام فصار عندي bottom مثلا واحد اوكي والاخ مثلا cancel بهذه الصورة تمام طبعا ثم راح اخلي اي شي بالon press يعني مجرد انه يطلع من البرنامج يطلع من النافذة بس انت تضع شغلات اخرى يعني مثلا اذا وافق يعمل فلاج شي اذا رفض مثلا يعمل شي اخر اذا عمل cancel مثلا يعمل شي اخر انا سبي مثال اوكي فانت ممكن تعمل هاي الحالة تمام خلينا نشوف احنا هنا استخدمنا في الاعلى شنو كان اللي هو elevated bottom تمام اللي وينتي هنا هذا نقدر ناخذه ونخيط child مال شنو column ليش حتى نقدر نضع اكتر من شي صح كنا ال column تجار تضع اكتر من شي فتجار نتخلي الى اول واحد اوكي طبعا هنا لازم children النادي عليه هذا اول واحد وهذا الثاني واحد هذا show dialogue الاول والثاني هو هنا اللي هو show dialogue الثاني اللي هو هنا تمام اللي هو رح يمرر ايضا هنا اي think احنا this one خلينا نشوف هنا build context لين هذا context مالتا زين and خلونا نجرب خلونا نجرب نقول run رح اشرح لكم على future و ال async اوكي رح اشرح لكم اياها بس خلينا نستعجل يعني نقدر هنا نشيك مرت الله عندي click me هذا الاول تمام هذا الاول هذا صح جربنا خلينا نشوف الثاني click me شوف لاحظة هنا alert ايضا يطلع Are you sure تريد تسوي logout عندك اوكي وعندك cancel اوكي فهذا ايضا مثلا يظهر عندك نافذة يسألك اذا تريد تسوي أوكي او تريد تسوي cancel طبعا مثل ما قلنا احنا مثل ما عدنا الshow dialog عدنا ايضا simple dialog اوكي خلناخذ من هذا copy هذا كله ناخذ اه سوري هذا كله ناخذ copy وننزل بالاسفل ونعمل paste طيب رح يشتكي من اسمه لان اسمه مشابه للاعلى فنقدر نقول له هنا شنو show simple زين لان احنا قلنا عدنا نوعين عدنا الاليرت وعدنا ايضا الshow simple طبعا هنا بدل الاليرت return اليرت رح اقول له simple dialog اوكي simple dialog بالsimple dialog عنده title مثلا هنا نقدر نقول عليه هذا simple dialog زين وبدل الcontain عنده شنو عنده children زين يعني بدل الcontain هو عند children ويكون في داخلها مثلا هذا children options رح يكون اوكي هذا ايضا استفاد من عنده طبعا بدل هذا اللي هو هنا هذا ايضا احذف ها والactions ايضا اللي هو يدي هنا هذا ايضا احذف ها فهو عنده شنو عنده children صح children نقلنا شنو عبارة عن array فاقدر افتحها براحتي واضع في داخلها شنو هنا بالsimple عنده simple option dialog options تتعامل فبال تقدر مثلا تخلي on press لما تضغط عليه شط ريدي يسوي مبدأ يعني ما رح يسوي شي جديد يعني بس مجرد رح يعمل خروج من النافذة بس لا اكثر لا اقل زين يعني بهذه الصورة رح يكون on press ok and الon press عنده شنو عنده ايضا child فتقدر هنا بعد من انتهي الon press تقول child واضيف نص معين على سبيل مثال خلني اكتب هنا مثلا محمد ok and او مثلا اكتب يعني هي options يعني هي خيارات خلي نقول او شنكتب هنا شنكتب هنا شنكتب هنا yes مثلا no طبعا تقول كونست ثبتها and بتقدر تعمل simple اخر زين الثاني مثلا نا تكتب no وتيجي هنا مثلا تعمل واحد اخر وتقول maybe يعني هو مات الoption خيارات فيحتاج شنو من عندك هذا تضح لبوتون فالبوتون نقدر هنا هذا ناخذ من عندك copy ننزل بالأسفل ونيجي مثلا هذا خلني نغلق زين نيجي على simple dialogue and خلي هنا بهذا الصورة نعمل الrun من جديد نجي على التطبيق مفروض يظهرنا واحد آخر الآن عندي هذا اذا اقول click شوف لاحظ يقول yes no maybe شايف الخيارات مثلا male female ذكر أو انثى مثلا اضغط على yes أو اضغط على no أو اضغط على maybe فعندك simple dialogue وعندك alert فانت تختار اي واحد من عندهم حسب ما يكون هو مناسب لك يعني تلاحظ هنا احنا مستخدمين navigator of context dot pop هاي بس مجرد انه يعمل dismiss يعني انه يخرج من هاي النافذة لا اكثر لا اقل يعني انت ممكن تستفيد بغير امور يفتح لك نافذة يعمل لك submit يعني لك فتش معين على سبيل مثال يعني حسب الاختيارات طيب احنا عدنا شنو كان هنا هنا شنو كان عدنا عدنا الفيوتر تمام كنا نشوف فكرة الفيوتر شنو هو شوف اعزائي الكرام شنو هاي اعزائي الكرام حلو بالنسبة للفيوتر هذا رح ايضا يكون عندها قصة خاصة يعني نشرح عنها بس مبدئيا الفيوتر هو المستقبل من اسمه فيوتر بالانجليزي مستقبل قصده شنو بالفيوتر فيوتر يعني الذي سوف يأتي او الذي سوف يحضر هاي هي فكرة بالفلاتر يعني شي مستقبلي شي ما موجود حاليا انت انسى حاليا هاي الواجهة ماتك ما موجود بايشي بس اذا ضغطت سوف يظهر الواجهة في فيوتر يعني انت لاحظت هذا بدون فيوتر هذا بفيوتر يضبع ان هو المحبب فذول اثنين انتم ترى نفس الشي هذا هذا بأليرت بس هذا بفيوتر هذا بدون فيوتر فحاول تستخدم فيوتر معها زين يعني عملت الطريقتين ليه ممكن تلقى كود ما بيها فيوتر وكود بيها فيوتر فالفيوتر فكرتها شنو انه في شي رح يصير بالمستقبل يعني بالنسبة لي حاليا تطبيق ممكن ما اضغط عليها ممكن عمل شي اخر بس انت لما تضغط كمستقبل رح يظهر لك واجهة هذا قصد بكلمة فيوتر طيب فيوتر دائما يجي معها نوعين مشهورين اللي هو نوع يقول لك synchronized واللغ يقول لك asynchronized أو non-synchronized السynchronized شنو قصده انه مثلا احنا لما نجي نتعامل مع بيانات فلما تروح على سبيل مثال انت تريد تروح للمخبس حتتأكد انه في عنده خبز خليل نجرب بتحات الاسينك الاسينك رح يروح للمخبس وي من يشوف المخبس ما بيها خبز رأسا يرجع يرجع يقول لك ما في خبز خلاص تمام او معجنات يقول لك ما في معجنات الاسينك ينتظر ويسأل هل في معجنات ممكن يكون ما في معجنات فعلا بس ممكن الشخص صاحب المحل يقول لك انتظر شوي ورح يصير عندك معجنات فرح ينتظر لحد من المعجنات تتحضر ويرجع ويجيب مع المعجنات فالاسينك احنا نستخدمه فعليا مع اي شي خارج التطبيق يعني مثلا الان في داخل التطبيق لو تلاحظ احنا مذكرنا اي في يوتر ولا اسينك ليش لان كل هذه الوجدات كل هاي الواجهات اللي دان صممها هي داخلة في التطبيق نفسه ما دايستعين بايشي خارجي ما طالما ما يستعين بايشي خارجي تمام فنستخدم معاها الطريقة الاعتيادية طيب رح تسألني تقولي الشو سيمبل دايلوك ما هذه ايضا هي جزء من الوجد مات الفلاتر نعم انا معاك لكن لازم احنا شنو ممكن انه يعني فايت الاسينك هنا تيجي شنو ممكن انه مثلا التطبيق لما عملت كليك مثلا ما ظهر اوكي يحتاج شوي وقت ويظهر الرامات قليلة البروسيس مات الموبايل ضعيف او تكون انت فاتح اكثر من تطبيق فرح ينتظر الرد من عنده تمام فلهذا احنا نستخدم معاها الاسينك مع هاي الحالة نستخدم اسينك عندك ايضا نستخدم اسينك اذا احنا نريد نجيب بيانات من الانترنت تطبيقنا الفعلي ممكن يرتبط بالانترنت ونجيب البيانات من جماعة الباك انت هنا لازم نستخدم اسينك او يحبث يستخدم اسينك هل ممكن انا اعملها بدون اسينك نعم بس هذه طريقة غير جيدة لازم معاها اسينك ورح نشوف لما نجيب بيانات من الانترنت نقطة رقم 3 ممكن تتعامل معاها مع الصور تذكرون الصور والفونتات اللي خليناهم هنا هذه ممكن اوقات تاخذ وقت فممكن نستخدم معها اسينك او اذا اريدنا نجيب الصور من الانترنت او مثلا نريد نجيب بيانات من داتا بيز فكل هذولا خارج التطبيق رح يكونون فما دام هو خارج التطبيق التطبيق ما يعرف ظروف هذه البيانات قد يكون هناك بطء بالانترنت سرعة بطيئة فبالتالي نستخدم اسينك معها لان اذا اسينك رأزه رح يرح يسأل في بيانات ما في بيانات يرجع يقولك ما في بيانات لكن الاسينك لا ينتظر يعني ينتظر انه تيجي البيانات فلذلك فيوتر واسينك هذه هي الوظيفة مالتا فرح تلقوها كثير نستخدمها مع البيانات لما نريد نجيب بيانات من خارج التطبيق مثلا من الانترنت لما نريد نجيب البيانات من القاعدة للبيانات لما نريد نجيب البيانات من الاس دي كارد او من الهارد للهاتف هذه كلها نستخدم معها اسينك إذن ليه نحن وصلنا لهاية الدرس نقول لكم نلتقي بالدرس القادم مع السلامة